شهدت محافظة نينوى حدثة جديدة تصلط الضوء على انتهاكات ميليشيا بابليون بقيادة ريان الكلداني المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية افتعرض الصحفي والإعلامي جمال البدراني لاعتداء جسدي عنيث من قبل ثلاثة أفراد ينتمون إلى الميليشيا أثناء قيامه بعمله الصحفي ووفقا لمصادر محلية قام المعتدون بتتبع مركبته قبل الاعتداء عليها بالضرب المبرح ما أثفر عن إصابته بجروح خطرة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج هذا الاعتداء أثار موجة من الإدانة أبرزها من مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية الذي دعا محافظ نينوى عبدالقادر الدخل إلى فتح تحقيق عاجل لضمان تقديم أجنات إلى العدالة كما طلب المركز بتوفير بيئة آمنة للصحفيين مشددا على ضرورة أن يتخذ القضاء العراقي إجراء الصريمة تجاه المعتدين لضمان عدم تكرار هذه الحوادث تكرار هذه الاعتداءات يحكس التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه الكوادر الإعلامية في نينوى خاصة في ظل رشاط الميليشيات المسلحة وغياب الحزم القانوني تجاهها ومع استمرار صمت الجهات الرسمية تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الترهيب ضد الصحفيين ما يهدد حرية الإعلام في البلاد وفي ظل هذه الأوضاع هل ستتحرك السلطات العراقية لحماية الصحفيين ومحاسبة المعتدين أم أن نفوذ الميليشيات سيظل عائقا أمام العدالة ترجمة نانسي قنقر